بسم الله الرحمن الرحيم وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذذاب أجعل الآلية إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منه أن يمشوا واصبروا على آليةكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أونزل عليه الذكر من بيننا بل هو في شك من ذكري بل لما يذوق عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم له ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هناك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوحي وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم نوطي وأصحاب ليك أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواقق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب يصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أوواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أوواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وخصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسور المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم وقالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط وهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلني يا وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلقائل يبغي بعض على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفا وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله له عذاب شديد بما نسوا يوما حساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت طب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أماب قال ربي اغفر لي وهبني ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرمين في الأصفاد هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب أرقب برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثله معهه رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تهنث إنا وجدناه صابرا نعم العبل إنه أواب واذكر عبدنا إبراهيم وإسحاق ويعحوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناه بخالصة ذكر الدار وإنه عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذلكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما يوعدون اليوم الحساب إن هذا رزقنا ما له من النفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئسا لهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أسواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صال النار قالوا بل أنتمونا مرحبا بكم وأنتم قدمتموه لنا فبئسا القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعودهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاوت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصر أهل النار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتمو عنه معرضون ما كانني من علم بالملئ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجنعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك نعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأهلأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر